طبعا يجب أن نقول بأن تركيا تريد أن تقول للعالم أجمع بأن موازين القوة الآن اختلفت عن السابق وتركيا الآن تركز والقوة هي أنواع والقوة الاقتصادية هي أحد هذه الأنواع وتركيا بدأت أن تضع أهداف استراتيجية طويلة المدى لكي تكون ضمن أقوى عشر اقتصاديات في العالم سأتكلم بالأرقام قبل مجيء حزب عدالة والتلمية كانت تركيا ترتيبها الدولة رقم 26 الآن أصبح ترتيبها 17 تهدف إلى عام 2023 أن تكون ضمن أقوى عشر اقتصاديات في العالم لماذا؟ لأن القوة الاقتصادية هي مصدر قوة انعكاس على جميع المجالات فالدولة الاقتصادية القوية قوية سياسيا الدولة الاقتصادية القوية هي قوية أيضا اجتماعيا قوية شعبيا القوة الاقتصادية هي الأساس لنتكلم عن دول عظمى عندما نتكلم عن اليابان عندما بعد الحرب العالمية الثانية نتكلم الآن عن دولة قوية اقتصاديا وبالتالي أصبح لها قوة سياسية ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية كانت تحت دمار شامل الآن نتكلم عن دولة ألمانيا القوية لأنها اقتصاديا قوية تركيا هي الآن لديها منظومة استراتيجية سياسية لتأسيس بنيان اقتصادي قوي من عدة مراحل المرحلة الأولى هي ما يسمى مرحلة البنية التحتية يجب أن يكون هناك بنية تحتية لإقتصاد قوي وهذه البنية التحتية تعتمد لإعتماد أساسي على أن يكون هناك التركيز على الطبقة المتوسطة والصغيرة وليس فقط على الكبار على الحيتان الكبار ليس على الفئة العشرة في المائة وبالتالي عندما وضعت تركيا أهداف استراتيجية واحد أن يكون لديها أضخم مطار في العالم سيفتتح في هذا العام 2018 عندما يكون هناك مضيق ما يسمى قناة اسطنبول أضخم مشروع في القرن ومسمى مشروع القرن عندما يكون مشاريع استراتيجية تنموية هذا يزعج الآخرين يزعج الدول الأخرى الدول التي تعتبر حالها أنها هي التي يجب أن تكون قوية اقتصاديا مطار اسطنبول أزعج ألمانيا لذلك ألمانيا الآن لديها عداء سياسي ضد تركيا واضح ومعلن جدا قناة اسطنبول أزعج أمريكا لأن هذا معناها أن خطوط الملاحة البحرية وعائدات القناة اسطنبول هذه ستتغير استراتيجيتها ستصب لمصلحة تركيا 80 مليار دولار متوقع عائد سنوي عندما يتم افتتاح قناة اسطنبول في عام 2023 لذلك أن تكون قوي اقتصاديا هذا مؤشر نجاح ومؤشر أنك ستستهدف وسيكون لك أعداء ورأينا هذا واضحا عندما حدثت محاوة الانقلاب الفاشلة في 2016 15 تموز 2016 القناة اسم في الفاشلة